نتناول اليوم الجزء الأخير من نظريات الدوافع والحوافز ونبدأ بانظرية ذات العاملين ونظرية العاملين للعالم هيريس بيرد قسم العوامل التي لها علاقة بالرضا الوظيفي إلى مجموعتين المجموعة الأولى هي تسمى بالمجموعة الدافع والمجموعة الثانية تسمى بالمجموعة الوقائية المجموعة الدافعة هي مرتبطة بطبيعة العمل بينما المجموعة الوقائية هي مرتبطة ببيئة العمل وتوصل هيريس بيرد إلى أن العوامل الدافعة والتي هي مرتبطة بطبيعة العمل أن وجودها يزيد من رضا الموظف ولكن انعدامها لا يؤثر سلبا على رضائه أما العوامل الثانية التي هي المرتبطة ببيئة العمل العوامل الوقائية فنقول أن وجودها يمنى حالة عدم الرضا ولكنها لا تزيد من رضا الموظف حالة أنها وجد طيب هل يمكن أن نأخذ أمثلة على هذا النوع من العوامل وهذا النوع من العوامل نعم فقسمها وفقا لهذا الجدول نقول أن العوامل الوقائية مثل السياسات الإشراف العلاقات الشخصية الرواتب الأمن الوظيفي ظروف العمل العلاوات هذه جميعا تعتبر عوامل وقائية بينما العوامل الدافعة مثال لها الإنجاز الاعتراف من قبل الآخرين التقدم الوظيفي طبيعة العمل النمو الوظيفي زيادة المسؤوليات النظرية الثانية التي سوف نأخذها اليوم أو قبل ذلك دعونا أن نقول أن هيرس بيرج في نظرية ذات العاملين نقول في تقييمنا لهذه النظرية أن هذه النظرية تعتبر نقطة تحول في الدوافع فقد كان الاعتقاد السائد قبلها من قبل الباحثين أن العوامل التي تجعل الفرد غير راضي عن عمله إذا تغيرت سيؤثر ذلك إيجابا على الموظف وأن العوامل التي تجعل الفرد راضي عن عمله بالتأكيد إذا حرم منها سيكون غير راضي النظرية الثانية هي نظرية الإنجاز لماكليلاند يرى ماكليلاند أن الفرد لديه ثلاث حاجات أساسية أولا الحاجة إلى الإنجاز ثانيا الحاجة إلى القوة والسيطرة وثالثا الحاجة إلى العلاقات الاجتماعية هذه سلاسة حاجات هي الحاجة إلى أولا حاجة للإنجاز ثانيا الحاجة إلى القوة وثالثا العلاقات الاجتماعية الإنجاز والقوة والعلاقات الاجتماعية هذه الحاجات السلاسة وفقا لماكليلاند أولا حاجات الإنجاز والفرد يتميز برغبته في إنجاز العمل وكذلك رغبتي في الحصول على تقييم لآدائه وأهدافي محددة قابلة للتحقيق وتفادي المخاطر التي تهدد العمل إذن الفرد الذي يزعي للإنجاز يتصف بكل هذه الخصائص ثانيا الحاجة الثانية هي حاجة إلى القوة والسيطرة ودائما يحصلون على الرضا من مدى قدرتهم على السيطرة على الآخرين والحاجة للعلاقات الاجتماعية هي الحاجة السهلسة وفقا لماكليلاند يحصل الأفراد على رضاهم من علاقات الاجتماعية القوية والتفاعل مع الأصدقاء إذن هذه السلاسة حاجات أساسية وفقا لماكليلاند يزعى الفرد نحو تحقيقها أو إشباعها النظرية السالسة هي نظرية المساواة لآدمس ويفترض أن الإنسان دائما ما يسعى إلى أن يعامل كغيره ويعامل بمساواة لذلك سميت بنظرية المساواة هذه النظرية تفترض أن معاملة الشخص كغيره من الأفراد تعتبر من العوامل الدافعة وموجهة بسلوك الفرد زي ما ذكرت باعتبار أن الفرد دائما يسعى إلى أن يعامل بالمساواة مع الآخرين وكذلك هذه النظرية تفترض أن لابد أن يكون هناك عدالة ومساواة بينما يقدمه الفرد من إنتاج ومن عمل للمنظمة وما يحصل عليه من حافز ماد النظرية التي تليها أو عفوا هذه النظرية نظرية المساواة لآدمس دائما لها أربع عناصر أساسية تقوم عليها العنصر الأول الشخص الذي يشعر بالعدالة الثاني مجموعة المقارنة التي تؤكد هل هناك علاقة أم هل هناك مساواة هل هناك عدالة أم ليس هناك مساواة أو عدالة يتأكد من هذه المعلومة عند مقارنة ما يتحصل عليه بالآخرين كذلك المدخلات خصائص الفرد وما يقدمه الفرد للمنظمة وآخيرا ما يتحصل عليه من مقابل مادي النظرية التي تليها هي نظرية التوقع لفكتور فروم ويفترض أن الإنسان يفكر في العمل قبل أن يقوم به والدافع الشخصي للفرد للقيام بالعمل لأنه يفكر قبل أن يقوم بالعمل هو نتاج هذا يعتبر نتاج للسلوك الذي يكون مرقوبا وهل ما هو مرقوب يمكن تحقيقه وإذا تحقق الشرطين يكون هناك شرط ثالث وهو هل سوف يحصل الإنسان على ما يتوقعه أو التوقع إذن لا بد من ثلاثة شروط أساسية للدافع ليؤثر في سلوك الفرد وهي القيمة والوسيلة والتوقع إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فنجد أن الفرد إنتاجيته سوف تكون عالية بإذن الله قل هذا واستعدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته